السلام عليكم الحبيبات الغاليات ومرحبا بكم فيديو جديد نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير اليوم هاد الفيديو وخشا متأخر شوية بغيت نشارك معاكم الاجواء انتع الناير او رأسانة الامازيغية اللي كان احنايا نحتفلوا بها كل سنة هاي هكا بالعائلة انا تأخرت كنت نسناحة نجمع مع العائلة ديالي الام ديالي اخو ويا اختي ماهن خصنتك نجمعوا باش كي يجيدك شي زويون ويجيدك الاجواء زوينا انا بهذا المناسبة حضرت لهم تحليا رائعة بسيترون كدي كتحمق البنات همية وزوينا بزاف وغادي نشارك معاكم مهم قاوس انو حضرنا في هاد النهار وكيفاش كنحتفلو باش هكا ديما انا كنحاول ولي داتي يعني ديما كنعطيهم ذك شي اللي تربينا عليه ولي عادة ديالنا باش ما كان فقدوش هاد الاجواء هذي سافي غا البنات خادي نشارك معاكم الاول حاجة الطريقة انتها هاد تشيز كيك اللي غادي حضرتو هاد من انواع التحليات اللي ما كنحضروه مش دائما غيكون عندك هكا شي ضيف زين عزيز وهتي تفرر يعني تحمري وجهك قدامو ولا مرة مرة تفرحي ولي داتك فهنا اخذيتك طابقة الاولى قدي نحتاج ميتين وخمسين جرام ديال البيسكوي اي نوع تعال البيسكوي تديري سابلي ولا ديري فاني ولا شوكولة اللي بغيتي انا درت عادي سابلي ديال فاني تحنته في طحانة ميتين وخمسين جرام وضفت عليه كأس نتع الزبدة المودابة فهنا ادرت ديغيكتو موف المول اللي غادي نخدم فيه اه ادرت البيسكوي وزيت عليه ديك الزبدة وخلطها معه مزيان مزيان حتى تلبس كامل بديك الزبدة وصر رحتوق تنضغط عليها كمليح مليح تاخدالي الشكل ديال القالب غادي ندخله للمجمد وهنا ايا غادي نوجدو التشيز كيك ديالنا او الكريمة ديالنا فبالنسبة انا ايا غادي بغيت ندير داك تشيز كيك يجي عالي بغيتو يجي عالي هكاكا يجيز وين لفش كله في كل شي بغيتو تديرو غي نازل ديرو نصف الكيميان تحد المكونات اللي غادي نقول لكم وكل حاجة غادي نقول لكم باش تقدرو تعوضوها سافي فهنا ايا عندي لتر من الكريمة السائلة انا درت واحد لتر من الكريمة السائلة اللي كتكون باردة كتخويوها في واحد الاناء وكتبدي وكتضربو فيها تكتطلع من تقرر بقعت قساح سافي سطلع عاد غادي نشوفو المكونات اللي نضيفو عليها انا ضفت هنا ايا القشرة دي الحامضة اللي نسموه بالحامض وغادي ندير واحد الكريمة دي الحامض مهم را بكم معايا ضفت القشرة دي الحامض وضرت السكر السكر كي يبقى لحسب الدوق تقدري تخلطي والدوقي وشوفي الحلاوة اللي بغيت يعني انا ضفت هنا اربعة دي اللي معنى قتع السكر وضفت نصف كاس متاع عاصر الحامض وضفت هنا ايا انا قدي نستعمل هنا الجبن دي المسكربون تدرت هنا مئتين وخمسين جرام انا نقولك تقدري قدم تقدري تعوضي بالنسبة لكريمة фریش تقدري تعوضيها بودرة جونتي ادري مية جرام بودرة جونتي معاكس حليب بالنسبة لهاد الجبن ما عندكش تقدري تعوضيها بأي جبن كريمي ولا تاختيه واحد خمسة ولا ستا دي الجبن الكيري لك الجبن المربع يعني مش ضروري ديري المسكربون تضيفه 250 جران جبن الماسكربون يجب بنيه بالزبب وزيّد عليه 1 جوجة اقرب بيرلي هذا يغورت طري ويجبن الطري ثم اكي ما اقول لكم اجريه 5 قطع الكيري وزيده 1 جوجة بيرلي هذا بيرلي راحت مطفر و8 رخص فهنا اجريكي ما اجتو نخلط كامل هذه المكونات قشرة الحمض السكر ونصف كاس عصر الحمض ودرنا الجبل ودرنا البيرلي سوف يخلطهم كاملين كاملين توقفة الكريمة شتو كتقسح كتولي واقفة وكجيب بنينة تهب للبناء تصربوها تحماقوا عليها فهنا خرجت هذا البيسكوي ديالي من المجمد وشديت هذي تشيز كيك كامل اللي صاوبته وغادي ندير به طبقه هكا كبيرة بغتي تخلي شوية ديال الكريمة نبعد زيني بها فأنا ما مستعملش الكريمة لتزيني فهو تقدري قدي نكمله كامل ودرتوه في المجمد وهنا قدي نصاوب كريمة الحامض هنا عندي بام ماغي شديد طنجرة درت فيها ما بارد عادي ودرت عليها واحد لإيناء ولا تبسي ولا شفي في باش بغتي تخدمي وهذه نهرت هنا ربعه ديال بيضات هذي الكريمة البندج وشاركتها معاكم في واحد طورة اللي درتها ديال الحامض كجي كتهبل تقدري تلسقي بها لسابلة زيني بها اي انواع ديال الكيك كجي متوازنة ما كجيش حامضة ديال الحموضة اللي قاسحة وما كجيش باسلة كجيب بنينة بزا فهنا اياخديت اربعه ديال البيضات انا درت فيها كمية كبيرة باش نغطي بها من الفوق تقدري تدري غير نصف الكمية درت اربعه ديال البيضات درت كاس ديال سكر يعني 150 جران وكاس ديال عصر الحامض قلنا اربع بيضات كاس سكر كاس عصر الحامض هاتشي قاع نحنا ديرينه على بام ماغي بارد كنخلطه مع كابل فوي مزيانة كيتدرب هاتك البيض مع المكونات الاخرى عاد غادي نديرهم على النار توافقنا يعني ندرناهم على بام ماغي بارد عاد نهزو ديال الطنجرة ونحطوها على النار ونقوها كنحركو محددك الماء كيسخل كيطلعوا مع ذاك الاناء محددها الكريمة غادي تبقى تتقال شوفوا معايا كيبدا تتقال الكريمة ديالنا كجي زوينة بزا انا الام ديالي من عشاق الحامض فقبل ما نديرها تشيزكيك قلت لها ماما الحبيبة باش بغيتيندير تشيزكيك باش بالشوكولات بكارامل بأورانج قلت لي سيترون قلت لها ما كان غير خاطرك نبغيوا نفرحوا وليدينا ولو بابسط الامور لا يحفظ لكم امهاتكم واللي توفاوا لهم وليديهم الله يرحمهم ويستعليهم فهنا غير حييت هادا الكريمة من النار تقالت حييتها مباشرة ضفت عليها جوج معالق زبدة وجوج معالق نضع القشرة الحامض وخلطت كل شيء سوف الكريمة النارها جاهزة دعوها تدفع عدو تكملو خدمو بها هنا خرجت تشيزكيك دياني من المجمد من بعد ما شد روحو كراكو تشوفو حيت له ذاك الإناء وماشي ضروري تدروا ذاك المول يتحل تقدروا تصوبو هتف مول عادي هنا ايش نودرت باش كيعطاني واحد شكيير زويون درت شوية الكريمة ديال الحامض فلاسيك غدائي ودوزتها مع الجوانب باش كينزل على شكل خطوط والكيمية اللي بقات لي درت بها طبقة هكا معتبارة نقولوا معتبارة كجي هائلة درتها هكا من الفوق كي ما قلت لكم تقدروا تدروا وريضات نتع الكريمة من الجوانب تزين كيبقى لحسابكم انا درت شوية ديال هنا هذي حلوة كتبع هكا هذي انا خديتها في اللون ديالها من ديجة صفرة تقدروا تزينو باي فيرميسة وزينتها بهذا سوريز هذو اللي كيكونو كونسنتري زينتها هكا كيمشتو تزين بسيط صافي وكتقدموها بالصحة وراحة وهنا اولا كي بدت العشية ديالنا نحنا درنا هذي شي في العشية بدت بهذا دستيلات صغار هذو حضرتهم الاخت ديالي جاو يهبلوا مع اللي كان بس طيلات نتع الجج واللوز جاو شهوة منهم مع عاصر لوكلناهم عادوا تزناء التحلية اللي كانت هذي تشيز كيك نتع السيترون وكذلك جا يهبل عجبو العائلة كاملة صافي حلينا وحطيناها مع هذك الناير احنا الناير هي كنا نشيريو شوية ديال قرقع شوية لوز شوية داك شي كل واحد على حسب ما كيقدر كل واحد على حسب الامكانيات ديالو كتخلطو شوية 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 ديال شوكولات شوية ديال الحليوات باش كنفرحو الوليدات وكنشدو هذي اتمار شريحة مهم كامل داك شي اللي كتقدر عليه وكنخلطوه تبقو في القصعة كنخلطو هذك المكونات مع الاناناس مع مهم داك شي اللي كتقدو عليه وكنحطوه كنتجمع عليه وكنقصروه وحدا كتهرس منه وحدا كتهرس منه كيكونوا اجواء زوينا هكا كيبرنا مع والدينا هكا كيبرنا مع الاخوة ديالنا ضروري خصنا نديرو هذي الاجواء كيستان بعضاك بها كتكون صلة الرحيم كتكون ديك الجمعة زينة مع العائلة وقلت ضروري نشاركو معاكم هذي الاجواء هذو وتشيز كيك حاضر فنتمينا يجيبكم هذ الفيديو عارفة بالله اخواتي الجزائريات هما كيحتافلو بهذا الناير وراء السنة الهجرية احنا مشي مرات كنديرو البركوكش ولا الشرشم ديج اصبق شاركت معاكم بطريقة ديالهم اللي ما شافتهمش غضي نحطهم كذلك في صندوق الوصف كنديرو كل مره اشياء نبدلو هذ المره الفيديو كله وحده تقول لي كيفشك تحتافل بالناير بالطريقة ديالها في العائلة خليولي لايكاتكم تشجيعاتكم وبرتاجيو الفيديو مع الحباب والصحاب مع الياغين نقولكم خليتكم على خير ونتلقى في الفيديو القادم مع شيوات صفاء مع السلامة